موسيقى طابط وقاتكم وأهلا بمشاهدي قناة العربية في هذه المقابلة الخاصة من السفارة الأمريكية في كابل وسيكون معنا السفير الأمريكي في أفغانستان السيد روس ويلسون مرحبا بكم معنا سيد ويلسون في هذه المقابلة الخاصة على العربية الرئيس با بايدن يقول بأن المهمة في أفغانستان قد انتهت للولايات المتحدة الأمريكية طيب اليوم بعد عشرين عاما طالبان تسيطر على أكثر من 85% كما تقول إذن ما المهمة التي انتهت؟ لا أعتقد أن الرئيس استخدم هذه العبارة أي أن المهمة انتهت بالمعنى الذي أشرت إليه أتينا إلى هذه الدولة من أجل القبض على أسامة بن لادن وجلبه لواجه العدالة وضمان أن لا تستخدم هذه الدولة كمصدر للهجمات الإرهابية المواجهة ضدنا وضد حلفائنا وأصدقائنا وهذا هدف تم تحقيقه أما الهدف الثاني الذي تطور مع الوقت فهو تمكين أفغانستان لتصبح دولة ناجحة إلى حد مقبول من حيث توفير رعاية صحي أفضل وتعليم أفضل وفرص أكبر لجميع مواطنيها وأبناء دولة معاصرة تواكب القرن الحادي والعشرين بشكل معقول وتطوير المؤسسات الأمنية لتصبح قادرة على حماية المواطن من أي هجمات أو تهديدات أخرى الصورة ما زالت مختلطة بعض الشيء هناك لكن ملايين الأفغان يعيشون حياة هي الأفضل في تاريخ البلاد وبالتأكيد أفضل من الظروف التي تركتهم عليها حركة طالبان عندما رحلت عام 2001 هذه إنجازات أعتقد أن الولايات المتحدة يمكنها أن تفخر بها أما مهمة تحديد معالم مستقبل أفغانستان والدفاع عن حقوق الشعب في المضي قدما فهي تعود للأفغان أنفسهم وسنواصل دعمهم بأقوى السبل الممكنة مستر أمباسدر عندما اختارت القاعدة في السابق أفغانستان كبلد آمن وملاذ آمن لها كان في عوامل ساعدت وساهمت في نجاح بقائها هنا في أفغانستان نتحدث عن ضعف الأمن وضعف الدولة وأيضا مساهمت ومساعدة طالبان لها ما الذي تغير؟ ألم يختلف الوضع والوضع ما زال عليه حتى اليوم؟ أعتقد أن سؤالك هو سؤال نطرحه على أنفسنا كما طرحه الرئيس ومستشاره على نفسهما عندما كان يبحثان في بداية هذا العام مستقبل السياسات الأمريكية في هذه الدولة وتحديد طبيعة الوجود العسكري الأمريكي المستقبلي هنا أنت محق في أن القاعدة أتت إلى هنا في ظل ظروف خاصة في دولة ضعيفة لا يسودها القانون إلى حد بعيد ومجموعة متنوعة من الجماعات الخارج على القانون وتعاني من نواقص كثيرة كان أسامة بلاد وغيره الأقدر على تلبيتها من الدولة الدولة تعاني من مشكلات عديدة وعدم سيادة القانون فيها وحالة تمرد لكن من المحق القول إنه في مختلف أنحاء الدولة ليس للقاعدة موطئ قدم أو بالكاد يذكر وهنا أتحدث عن المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام كما لدينا مجموعة التزامات من طالبان بموجب الاتفاق الأمريكي معهم الذي أبرم العام الماضي لتحديد واجبات طالبان لضمان أن الجماعات الإرهابية مثل القاعدة لا يمكن أن تتحرك بحرية وتهدد الآخرين في هذه الدولة ونحن ننوي جعل طالبان تفي بهذه الالتزامات مستر أمباسدر تقول الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ساهمت بأكثر من تريليوني دولار للقوات الأفغانية هل سيتكرر السيناريو العراقي برأيكم؟ لا أريد أن أدخل في إطار المقارنة مع العراق لعدة أسباب وبوسع القول إننا قمنا هنا بتوضيح التزاماتنا بشكل جلي وهو مواصلة الدعم الحثيث للشعب الأفغاني والمؤسسات الأفغانية بما فيها القطاع الأمني لصالح الحكومة وللقيادات الأخرى نحن نعتزم مواصلة تقديم المساعدة الأمنية الموسعة فقد طلب الرئيس الموافقة على تمويل بقيمة ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دولار على شكل مساعدات مالية مخصصة تحديدا لقوات الأمن والدفاع الأفغانية خلال السنة المالية القادمة ونواصل إنفاق ثلاثمائة وخمسين مليون دولار إضافية كمساعدة اقتصادية وأعلن مؤخرا عن مائتين وستة وستين مليون دولار كمساعدات إنسانية عن هذه السنة المالية لدينا هنا في كابل بعثة دبلوماسية أمريكية كبيرة وفاعلة أحظى بشرف قيادتها وهي منخارطة بمجموعة كبيرة من النشاطات التي ننوي استمرارها ليس هناك أي كيان مثيل لداعش هنا على النحو الذي ظهر به هذا التنظيم في العراق عام 2014 و2015 هناك وجود لداعش وهم من أعداء طالبان وحسب تفاهمنا مع طالبان حول وجود الجماعات الإرهابية فإن هذا الاتفاق ينطبق على داعش كابل ونحن نصر على أن نجعل طالبان تفي بالتزاماتها بسر أمباسدر بطبيعة الحال هناك دول عدة تريد أن تستفيد وتملأ هذا الفراغ الأمريكي اليوم في أفغانستان سمعنا بأن إيران مثلا قائد فيلق القدس التابع لحرس الثوري يقول بأن نحن نسيطر على أربع واصم عربية وسنضم أفغانستان إلى هذه القائمة هل تعتقدون بأنه سيكون هناك دور فعال أكثر لإيران في أفغانستان وأن تستفيد من هذا الانسحاب الأمريكي؟ لم أطلع على الاقتباسات التي أشرت إليها إلا أنه من الواضح للأمريكيين ولصناع السياسة الأمريكية أن لإيران مصلحة في هذه الدولة وأن القيادة الأفغانية مهما كانت لابد أن يكون لها علاقة مع دولة الجوار هذه وهو أمر نقبله وهذا التعهد موضح في قائمة الاستثناءات التي قدمناها لأفغانستان مرتبطة بالعقوبات على إيران التي فرضتها الولايات المتحدة على مر سين وننوي الاستمرار في ذلك وآخر ما لدي في هذا الصدد هو أننا بالتأكيد نقر أن لإيران دورا عليها القيام به في عملية إحلال السلام في أفغانستان من خلال مساعدة الأفغان وطالبان والذين هم أيضا بالطابع أفغان لتحقيق تسوية سياسية وقد انعكس هذا كله في اجتماع عقد العام الماضي في نيويورك لمجموعة بقيادة الأمم المتحدة ضمت إيران رغم أن مشاركة إيران فيها كانت محدودة إلا أننا ندرك أن لإيران دورا تقوم به ونأمل أن يكون هذا الدور بناء مصر الأمباسدر الأفغانستان اليوم تعتبر ميدان حرب لدول كبرى وإقليمية وتتنافس فيها مثلا لديك باكستان والهند من جهة واليوم نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين من جهة أخرى وإيران بطبيعة الحال الحدودية مع أفغانستان هل اليوم الحروب بالوكالة قادمة برأيكم؟ بالتأكيد نحن لا نرغب برؤية حروب بالوكالة تنشب هنا ولا أعتقد أن الأفغان راغبون بذلك وبصراحة لا أعتقد أن الدول المجاورة لأفغانستان تود أن ترى ذلك يحدث وهذا لا يعني أن الأمر قد لا يتغير في المستقبل كل دول الجوار الأفغاني تود أن ترى في أفغانستان صورة قريبة جدا من تصورنا وهي أفغانستان خالية من القوات الأجنبية وذات سيادة وموحدة وديمقراطية وتحافظ على مكتسبات السنوات العشرين الماضية التي تعكس إرادة ومصالح الشعب الأفغاني بأن تعيش دولتهم بأمن وسلام مع دول الجوار كثير من السياسات خلال الأشهر السبعة إلى الثمانية الأخيرة وخاصة بعد بدء محادثات السلام الأفغانية في سبتمبر العام الماضي كانت تهدف تحديدا إلى المشاركة الفعالة مع دول الجوار الأفغاني ومع أفغانستان نفسها لدعم عملية السلام والمستقبل القوي للدولة نحن نعمل باتجاه مختلف لكن بشكل عام تلقينا ردودا إيجابية من الدول المجاورة لأفغانستان إذ إن مستقبلها يعتمد كثيرا على المنطقة التي توجد فيها أفغانستان يعتمد كثيرا على المنطقة التي توجد فيها سيد أمباسدر تركزون في كلامكم عن مسألة مستقبل أفغانستان وفي أكثر من مرة على كلمة السلام المسؤولون الأفغان هم يتفقون بأنها مسؤوليتهم اليوم حماية الأفغانيين وتوفير الأمن تحت عنوان السلام اليوم في أفغانستان لكن أليست أيضا هي مسؤولية أمريكا التي جاءت هنا إلى هذه البلاد تحت عنوان السلام وتحقيق التقدم للزهار لهذه البلاد لقد استثمرت الولايات المتحدة كثيرا في مستقبل هذه الدولة واستثمرنا بشكل كبير في مؤسسات الدولة وفي رأس المال البشري وفي نهاية الأمر فإن مسؤولية نجاح هذه الدولة بيد الأفغان دعمنا وما زلنا ندعم وننوي استمرار الدعم بقوة وأن نؤكد لهم أن القرارات الأساسية الجوهرية هم من عليهم اتخاذها أجل أن تبقى معنا مستمرون معك في هذه المقابلة ولكن نذهب مشاهدين إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم ونستكمل هذه المقابلة الخاصة مع السفير الأمريكي في أفغانستان السيد روس ويلسون أهلا بكم مشاهدين من جديد في هذه المقابلة الخاصة من السفارة الأمريكية في كابل ومعنا هنا السفير الأمريكي في أفغانستان السيد روس ويلسون مرحبا بك مجددا مستر أمباسدر هل تعتقدون بأن الولايات المتحدة الأمريكية والقوات الأجنبية اليوم في أفغانستان بعد عقدين من الزمن فشلت في مهمتها كما تخرج بعض الأصوات وتقول ذلك لا أعتقد أن الولايات المتحدة وشركاءها من حلف النيتو فاشلوا نحن كما قلت قبل قليل تعاملنا مع مشكلة القاعدة وأسامة بن لادن معا ساعدنا في ترسيخ مؤسسات متينة أعني المؤسسات العامة للدولة وساعدنا بطرق عديدة ومهمة لإعداد جيل جديد الذي كبر في الفترة منذ 2001 وهو جيل يشهد مستقبل مشرقا في هذه البلاد وذلك يعتمد على مسائل الأمن وقضايا المنطقة إلى جانب مسائل عديدة أخرى وأعتقد أننا جميعا في الولايات المتحدة وفي الغرب يمكننا أن نفخر بذلك إذ كنا نحن من أعد أفغانستان للنجاح مستر أمباسدر هناك من يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون نجحت في المهمة عسكريا لكن عندما نتحدث عن مواجهة الإرهاب فكريا اليوم في أفغانستان هناك عوامل عدة نتحدث عن الاقتصاد والمجتمع وأيضا الحرية إذا ما قررناه في العراق اليوم الوضع أسوأ بعد الانسحاب الأمريكي فكيف تردون على ذلك؟ مرة ثانية لا أريد أن أدخل في كثير من المقارنات مع العراق لأنني لست مسؤولا هناك ولست مطلعا على كثير من التفاصيل إلا أننا هنا كما أسلفت منذ قليل مهدنا الطريق نحو مستقبل مشرق لهذه البلاد بما في ذلك الجانب الاقتصادي وتطوير قطاع خاص حيوي يواصل صراحة ازدهاره رغم غياب الأمن والمشكلات الأخرى ففي هذه البلاد جيل جديد من القيادة الدقية المتعلمة بوسعه أخذ البلاد باتجاهات إيجابية بناءة وهذا ما نأمله مستقبل العلاقة اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان في الفترة المقبلة؟ كما هو واضح فإن إحدى السمات المحددة للعلاقة في هذا الفصل الجديد هو أن القوات الأمريكية المقاتلة لم تعد هنا والسمة المحددة الثانية هي أن أمريكا ستواصل دعمها لقوات الأمن الأوانية بطرق أخرى بديلة عن وجود القوات الأمريكية المقاتلة في هذه البلاد ومشاركتنا المباشرة التي كنا نتبعها هي محاربة التمرد والجماعات الإرهابية وغير ذلك وهذا لا يعني أننا لم نعد مهتمين بل ما زلنا مهتمين بشكل قاطع بنجاح أفغانستان في هذه المجالات ومجالات أخرى عديدة وسنواصل تقديم المزيد من الدعم عبر الوسائل التمولية ووسائل أخرى ناهيك عن مساعدتنا نحن كديبلوماسيين في السفارة الأمريكية بدلا من وجود جنودنا على أرض هذه البلاد لن نتحدث بلغة عسكرية لكن عندما نسمع عن قوات تدخل سريع أمريكية في المستقبل كيف ستعمل وستدخل إلى الأفغانستان هنا تحت أي مسمى قانوني؟ أفترض هنا أنك تشيرين إلى القوات الأمريكية الخاصة ونشاطات الولايات المتحدة هنا إن أي نشاطات من هذا النوع تنفذها الولايات المتحدة هنا ستكون بالتشاور مع الحكومة الأفغانية وأيضا فيما يتعلق بالقوات الأمريكية التي ستبقى يعني الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت بأنه بين 650 إلى 1000 سيظلون هنا لحماية بعض المنشآت الأمريكية بما فيها السفارة طالبان قالت بأنهم سيكونون هدفا عسكريا هل هناك ضمانات لحمايتهم اليوم في أفغانستان؟ أولا القوات الموجودة هنا أو التي ستأتي إلى أفغانستان هي قوات دفاعية لحماية السفارة الأمريكية والمجمع الذي توجد فيه إضافة إلى العاملين في السفارة وكذلك المرافق التابعة لنا في المطار مهمتهم ليست حماية أي مرافق أخرى في البلاد بل هذه المرافق فقط السفارة والمرافق التابعة لنا في المطار هم مجهزون بشكل جيد للدفاع عن نفسهم وكذلك الدفاع عننا ونحن نثق بقدرتهم على حماية عمليات هذه البعثة مستر أمباسدر لماذا يعتقد بعض الناس؟ هناك من يرى بأن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان هو ضرورة وفي الوقت الآخر هناك من يراه إعلان استسلام هزيمة لدولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية كيف تردون؟ اتخذ الرئيس بايدن القرار بسحب القوات الأمريكية بناء على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الأمريكي مع طالبان بشكل جزئي وهو اتفاق قامت به الإدارة السابقة لكنه تعهد بتكملة هذه الإدارة إضافة إلى أنه ينفذ الاتفاق لاعترافه بأهمية الاستثمارات الضخمة التي قمنا بها هنا حلال فترة طويلة من الزمن والشعور بأن الحرب أو المواجهات العسكرية يجب أن تأتي إلى نهايتها وحان الوقت لذلك كما قلت إن ذلك مدفوع بتعهداتنا التي التزمنا بها بموجب الاتفاق الأمريكي مع طالبان هو لا يرى ذلك هزيمة ولست واثقا بأنه من الإنصاف أن نصف الوضع على أنه هزيمة وكما هو واضح التاريخ هو الذي سيحكم سنشهد حرباً باردة جديدة هذه المرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين من جهة في معركة النفوذ هذه المرة ومن سيسيطر على آسيا الوسطى خصوصاً بأن الولايات المتحدة الأمريكية في الأون أخير تريد أن تنسحب من الشرق الأوسط هل اليوم الأعين متجهة إلى جغرافيا أخرى في العالم سؤالك يضم في حقيقته سؤالين أولهم عن اتجاه أو نمط العلاقات الأمريكية مع كل من روسيا والصين وفي كل ترحالتين هناك قضايا جدية لدى حكومتي تجاه سلوك الصين في شرقي آسيا وعالمنا إلى حد ما ومع روسيا على عدة جبهات بما في ذلك التدخل بانتخابتنا والهجمات السيبرانية على حسابات أمريكية تم تنفيذها من الأراضي الروسية وغيرها من الأمور المقلقة الأخرى لا يعود الأمر لي ليحدد إن كان ذلك سيأخذنا نحو حرب باردة جديدة لكن كوني أمضيت نصف مسيرات المهنية كنبلوماسي وأخلف هذا السطار الحديدي فإنني أعرف كيف تكون الحرب الباردة لذلك أرى بشكل عقلني أننا بعيدون جدا عن مجموعة التحديات الأمنية والسياسية الطاغية المتواصلة للحرب الباردة وبالنسبة لهذه المنطقة نحن لا نرى أنفسنا في حالة تنافس مع الصين أو روسيا خاصة في أفغانستان وهذا الجزء من العالم بل على النقيض حاولنا التعاون مع روسيا والصين عبر آلية ألترويكا التي من خلالها حاولت روسيا والصين والولايات المتحدة العمل بتناغم لصالح السلام والأمن والاستقرار في هذه البلاد أتوقع أن تتواصل هذه الجهود وأعتقد أنها تعكس المصلحة المشتركة بين هذه الدول الثلاثة في السلام والأمن والاستقرار في هذه الدولة وسنرى إلى حد ممكن للخلافات الأمريكية الروسية والأمريكية الصينية الأوسع أن تنعكس على الوضع هنا لكننا بالتأكيد لا نحبذ وقوع ذلك إذن مشاهدنا بهذا نختم معكم هذه المقابلة الخاصة مع السفير الأمريكي في أفغانستان السيد روس ويلسون شكرا لكم